حزم أهل جنوب لبنان حقائبهم للنزوح وتبضع اللبنانيون من المحال التجارية ما يكفيهم لشهور وكيف لا وزعيم حزب الله حسن نصر الله سيلقي كلمة بعض طول اختفاء عن معركة غزة ممهدا لهذه الطلب في المندعائيين أثار الكثير من التكهنات توقع الكثيرون إعلان حرب كبرى وقصفا مدويا وهجمات صاعقة لتأتي الكلمة على مدى 90 دقيقة تقريبا غالبيتها دروس في العلوم السياسية والتاريخ منذ اللحظة الأولى أدرك المتابعون أن مضمونها سيكون عاديا عندما قال العملية فلسطينية بحتة مبرئا الحزب وإيران منها هذه العملية العظيمة والمباركة والواسعة كان قرارها فلسطينيا مئة بالمئة وكان تنفيذها فلسطينيا مئة بالمئة قد أخفاها أصحابها عن الجميع حتى عن فصائل المقاومة في غزة فضلا عن بقية دول وحركات محور المقاومة ثم جاءت المفاجأة الكبرى كلام نصر الله بدأ وكأنه طمأنة لإسرائيل فسر على أنه لا تدخل للحزب في هذه المعركة باستثناء بعض المناوشات التي يمكن القول إنها ذر للرماد في العيون حاصرا دور الحزب بالتشتيط فقط للجاش الإسرائيلي على الحدود الشمالية خففت جزءا كبيرا من القوات التي كانت ستسخر للهجوم على غزة وجزبتها باتجاهنا من الناحية الإنسانية بعد الكلمة مباشرة تسارعت في لبنان على وسائل التواصل السخرية فبعضهم من كتب اصطفى اللبنانيون أمام المحل التجارية ليعيدوا ما اشتروه فهموا أن نصر الله لن يدخل في المعركة